بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القدير والقادر والمقتدر وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن وأكثرها ورودا القدير ثم القادر ثم المقتدر قال تعالى والله على كل شيء قدير سورة البقرة وقال تعالى إنه كان عليما قديرا سورة فاطر وقال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق ويذيق بعضكم بأس بعض سورة الأنعام وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا سورة الكهف وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله وأنه سبحانه كامل القدرة فبقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسائنه والمسيء بإساءته الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته بل هو في قبضته أيا كان الذي ثلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز كما يريد ولكمال قدرته كل شيء طوع أمره وتحت تدبيره فما شاء كان وما لم يكون ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر صورة خاف وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا صورة الأحزاب وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا صورة الفرقان وإن للإيمان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها أسماءه القدير والقادر والمقتدر أثار عظيمة وثمار مباركة تعود على العبد في دنياه وأخرى فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان فمن ثماره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعان بالله وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه روى الترمزي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنا وأمنا وقناع وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه ومن فاته حظا من الرضا انتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه ومن آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوب كالحقد والحسد ونحوهما لإيمانها أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد وقدر لهم أرزاقهم فأعطى من شاء ومنع من شاء فالفضل فضله سبحانه والعطاء عطاءه ولهذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله على عباده ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه والبعد عن الشر والهرب منه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك روى الترميزي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أسبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الودود وقد ورد في القرآن مرتين الأولى في قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود سورة هود والثانية في قوله تعالى إنه هو يبدأ ويعيد وهو الغفور الودود سورة البروج ومعناه أي الذي يحب أنبياءه ورسله وأدباعهم ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم محبة له والودود أي المتودد إلى خلقه بصفاته الجميلة وألائه الواسع والطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية فهو الودود بمعنى الواد بمعنى المودود يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجابة دعوة كما في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعادني لأعوذنا وما ترددت عن شيء أن أفعله تردد عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءاته رواه البخاري فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغايتها ولا في قدرها وآثرها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها ودوامها وإذا عرف العبد بأن رباه سبحانه ودود يحب أوليائه ويحب من أطاعه يحب المؤمنين المتقين ويحب الصابرين المتوكلين ويحب التوابين المتطهرين ويحب الصادقين المحسنين ويحب جميع الطائعين ولا يحب الظالمين الكافرين ولا يحب الخائنين المسرفين ولا يحب المختالين المستكبرين فأنه يجب عليه أن يطيع أمره ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يتقرب عليه سبحانه بامتثال أمره واكتناب نهيه وحب ما يحبه من الأقوال والأفعال وحب كلامه سبحانه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته والاكتهاد في متابعته فذلك تنال محبة الله تعالى كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سورة أل عمران وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك رواه الإمام أحمد والترمزي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته